بسم الله على بركتي للمكونات في إناء وضعت 250 جرام اللي هي ربعة ديال زبدة مستعملة زبدة ديال علبة عندي كاس اللي هي 100 جرام ديال الكوكاو بلدي الصغير محمر بالقشرة دياله كان حي ديال القشرة وكان هرمشو في طحانة الكهربائية 100 جرام ديال زنجلان كتعبره كاس محمر ومهرمش ماشي كيبقى صحيح طحين كيكون مغربل الكيمية غالي نتكر لكم وسط الفيديو عندي كاس ديال سكار سانيدة ما يعدل 100 جرام نصف كاس ديال زيت نباتي رشع من الملح كيس سكر بانيلا وجوج ديال الخمارات طريقة جيد سهلة كان اخد زبدة اللي كان تكون درجة حرارة المطبخ كان نضيف الملحة والسكر بانيلا وكاس ديال سكار سانيدة ضروري سانيدة ما تكون رقيقة الزبدة تكون عطبة كتخدمو هاد العناصر هي اللولة حتى كتندمج الزبدة مع السكار سانيدة بسرعة كتندمج الى كانت زبدة عطبة وكنضيف باقي العناصر هنا بعد ما خدمتها كنضيف نصف كاس ديال زيت النباتي بالنسبة لها الغريبة را ما فيهاش البيض نهائيا كنستمر في المزج ديال المكونات كاملة بعد ما ضفت الزيت كنخلط الكل جيدا حتى كنساجم هاد كنضيف باقي العناصر بالنسبة لكوكاو اللي بغي يعوضه باللوز راه ممكن واللي بغي يعوض ايضا زنجلان يعني باللوز ويخلي كوكاو راه ممكن لكم انتمال الاختيار ولكن هي كتمشي بهاد الماداق ديال كوكاو وزنجلان كجي الممتازة في الماداق ديالها كوكاو كيبقى مهرمش ماشي مطحون بودرة وكذلك زنجلان مهرمش ماشي كيكون مطحون بودرة كذلك خصو يبقى مهرمش كنخدم العناصر كاملة طريقة راه سهلة وكنحصله على لوحة الغريبة اللي لديدة من الساف انا غادي يعطيكم جوج ديال الطرق ديال تحضير ديالها هنا كنبدأ كنضيف طحين بالتدريج بالنسبة لكمية الطحين بالقرام تقريبا غادي تاخد معاكم 380 جرام ديال الطحين كنضيف جوج ديال الخمارات ما يعادل 14 جرام ممكن ديرو حتى الجوج الخمارات 1 انا كنفضل نستعمل الجوج ديال الخمارات فقط كنبقى كنضيف طحين شوية بشوية ضروري ما نحصل على قوام اللي كيكون الرطب ليين ماشي قاسح ماشي كيبقى كيلتاسق في اليدين ضروري ما يكون القوام ديالها ارتب كنستمر في اضافة طحين شوية بشوية كما ذكرت الكيمية كتبقى بالتقريب ما خساش تكون قاسحة وما خساش تكون خفيفة بزيال هذا هو القوام ديالها مباشرة كنمر تشكيل ديالها راح متوفر في الاسواق وكان عند بائعي لوازيم الحلويات هنا انتو ما كتتحكموا في القياس ديال الكويرات انا ما غاديش نكبرها بغيتها من الحجم متوسط بغيتوها كبيرة كتعبروها في الميزان بغيتوها القياس هذا كتديرو عينكم ميزانكم الى بنت لكم شكورة كبيرة راكم كتنقصوا منها بطبيعة الحال مع المداومة غادي تعرفوا القياس غير باليد ديالكم ماشي ضروري حتى تعبرو في الميزان مهم الكويرات كتكون متساوية القياس انتو ما كتتحكموا في طبيعة الحال كنشكل كيميا من الكويرات وكنوضعهم في هذيك الاناء اللي في سكار سبيسيال كيكون اه رطب وكيكون خفيف ماشي حلو بزيال كنمرر الكويرات في سكار وغادي ندوزهم وناخد شوية ديالسكار ونكورها مزيان ونحط شوية على الوجه ديالها ونوضعها في الطاوى اللي كيكون نفرش فيها ورق سلف غيزي ونبعدو شوية بيناتهم حيس كتنفخ في الفران كي تضعف الحجم ديالها بالنسبة لطريقة ستاهي ديالها خسيكون الفران من الافضل كيش على تحت و الفوق بيش كتشقق وكتجي اه كلها يعني قياس واحد وشكل واحد اثناء الطاوى ديالها اللي كيش عليها الفران غير لتحت تسخنوا واحد لعشر دقيق قبل ودخلها لتحت حتى تشقق وطلعها الفوق غير اخصى ضروري وما تشقق بالنسبة لي النار ما كتكونش عندي من الفوق كانش على غير التحت الفرن كنسخنوا من قبل وكندخلها ركا تشقق وكنطلعها لفوق تكمل الطياب ديالها هنا لكم الخسيار كنزينها بحبة ديال اللوز لكي يكون ممسوح من الغبرة ممكن نديرو كاوكاوة بالقشرة ديالها وهنا بعد ما كملت الكمية غدين دخلها الفران هنا الكمية المرتبقية غادي نوريكم بطريقة اخرى خديت اللوز خضر بالقشرة دياله مسحته مزيان وهرمشته وحية هذك اللي كيكون بودرة دوزوف واحد صفاية ولا في الغربال اللي كيبقى لكم بودرة رقيق حتافضوا بيه حتى تديروه في العجين ديال الصابلي واللي كيبقى هنا غليت كدوزوف هالكويرات اللي ممكن تديرو الوجه ديالها في بيض البيض حتديرو اللوز يمهرمش انا درتها بلاء بيض البيض هنا بعد ما طابت الطاوة كما لحتو كيجي مشقها وكيجي لون ديالها مذهب وهنا هذي اللي درت لها اللوز مهرمش بالقشرة ديالو كيجيوح الغريبة لديدة من قرمشة رغم ان فيها الزبدة والزيت كيعطيها القرمشة كوكا وزنجلان والمضاق ديالها رائع جدا وان شاء الله جربوها وتقدموها لأفراد الأسرة ديالكم بصحة وراحة نوركم القسم الآخر هذا هو الشكل ديالها كيجي لديدة بزاف نوركم قطعة كفش كيجي من الداخل كيجي قرمشة وشيشة في نفس الوقت المضاق ديالها لديد بزاف مكونات اللي هي بسيطة واقتصادية جربوها بصحتكم وراحتكم كانت معكم رايحانة كمال خليط لكم مراحة بأمينة